موسيقى موسيقى الحقيقة بدي أذكر لك المحطة الأولى يعني أنا من خلال أول وعي يعني يعني الطفولة بداية الطفولة ما كنت أنا متوقع حالي أني أطلع فنان كنت متوقع حالي أني أطلع مثلا رجل دين لأنه نحن من بيئة محافظة جدا ومنحارة شعبية هي منطقة الشاغور فكان والدي رحمه الله ياخذني دائما معه على المناسبات الدينية كنت أسمع على المدائح النبوية وأحيانا اللي يطلع ذكر كل يوم خميس مثلا وليلة التانين وطلع أحيانا قدين يعني ما كنت متوقع أبدا أن يصير فنان لكن يبدو أنه الإنسان مسير وليس مخير بتذكر أنه هدون المشايخ اللي يقولوا هالابتهالات وهالشغلات طيب هذا شو؟ يعني يا ترى هذا من وحي يعني من وحي القرآن أو من وحي مثلا ما كنت مفكر أنه في مزيكة وراهم تعرفين نغمات لازم يتعلم ونغمي حتى يقولوا هذا الشيء كانوا الأهل إضافة إلى المدرسة لازم يتعلم مهني فبالعطل ما يخلونا نستمتع بالعطلة يحطني والدي بمهنة ما حبة ركزت على مهنة اسمها تصليح أجهزة الراديو يبدو ركزت عليها لأنه كانت قريبة من الموسيقى فلما اشتغلت بمهنة تصليح الراديوات لتعلمها حبيت هذه المهنة وفعلا استمرت فيها لفترة طويلة وكنت متميز فيها لغاية ما دخلت الإزاعة وبقولوا بطيختين بإيد ما بين حملوا كانت محطة الحقيقية في حياتي ومسيرتي الفنية هي تعرفي على الأستاذ عدنان قريش يعني بالذكر كان أبوه للأستاذ أمين خياط أستاذ عبد العزيز خياط الله يرحمه كان عنده مكانة تسجيل بدو يصلحها كانت عم تخشخيش ما بعرف شو كذا فاجع على المحل اللي شاري من عنده المكانة كفلانين له ياها قالوا له بروح سهيل كذا طلع فين إلى آلي يعني شاب صغير قالوا هذا بدو يصلح لي المكانة قالوا لأمو نحنا كفلانين لك ياها رحت معه على البيت بيته بالعمارة كمال حي شعبي فبسرعة البرغ سابت له كان في يعني مهنتي هو زهل لما كان في خشي راحت وكذا ببوسني هيك وكذا شفت عنده عود قالت له ممكن دق في العود قال لي بدأ عود كمال فبتذكر قال لي ليك أنا بيجو لعندي كبار الفنانين قال لي بيجي لعندي عدنان قريش بيجي لعندي أمير البزق عبد الكريم بيجي لعندي نجيب السراري بيجي لعندي رفيق شكري هالدون أنا كنت أتمنى أن أتصور محهم وأن أعود محهم فالحقيقة من خلال عبد العزيز خياط رحمه الله تعرفت علىها في ذاك الوقت إذاعة دمشق أغنى إذاعة في العالم العربي كفن يعني خرجت الرحابني وفيروز خرجت فيلمون وهبي خرجت عبد الحليم حافظ لعنه وسجل في إذاعتنا مع الفرقة الموسيقية صحيح فريد الأطراش الله يرحمه وديع الصافي كل الفنانين كانوا يجوا على إذاعة دمشق هي كانت يعني قبلت الفنانين قبلت الفن السوري خاصة أنه كان فيه به ذاك الوقت الله يطلع الأمر والأمير يحيا الشهابي هو يعني كان هو مستلم من الإدارة وكان هو باحث عن الفنون في كل مكان يعني فتعرفت على هذه المجموعة بأول جلسة ببيت عبد العزيز خياط جابوا لي العود وغنيت لفريد الأطراش كنت أنا كثير كثير يعني متأسر فيه ولم أزل يعني غنيت له نورة يا نورة في الموال هذه البصمة تبع فريد الأطراش ما حدا غيره بيقول هيك موال فلفت نظر الأستاذ عبدان قريش هذا الموال قال له ما حدا بيقدر يتقنى لفريد الأطراش إلا هذا الزلمين قال لي بكرة تعال عندي على الإساعة عن فتبا نو خمسين متذكر أني كان أيضا متمنيني كصحفي الأستاذ عبدان مراد الله يرحمه أخذني إلى عدل ست نجاح سلام كمال بوجه لها تحية من خلال هذا البرنامج سجلت لي أثنين أستوانات بعدين مثلا أغاني شعبية مثلا والله لنسوا بتلفهم من دار أهلي لداره هذا الكاتب الأستاذ خالد حمدي رمانة بحبه للأستاذ أمر حلبي أيضا كمال هو أول من آمن فيني وتبناني كمؤلف يعني بوجه له تحية حتى بالذكر لما إجا المخرج عاطف سالم هذا من كبار مخرجي صحيح قال لي ساعة ستة الصبح شوفي قدش كان فيه نشاط قال لي أنا محكي معك من القوتيل بلغت يجي لعندي هلأ في عنا اجتماع ما قال لي صباح الخير فيه شغل يعني عمل رحت لعنده كذا عم نشرب القهوة قال لي لحنا عنا فيلم كنا مرتبطين مع سعاد حسني وصار خلاف الجهات الإنسجية بتعرف بيصير خلاف كذا ألا اتفقنا مع شادية شادية يجب أن نستفيد منها كمطربة شو بتقتدع بقى لحن شو بتقترح قلت له بقترح تاخدوا لحن من التراث السوري ولحن من التراث اللبناني ولحن من التراث الأردني يعني أنا من الأردن برشح لكون جميل العاص يعني بطور شي من جو الأردن ومن لبنان برشح لكون عفيف ردوان لأنه عفيف ردوان كمال ملحم مثقف كان عنده جملة حلوة يعني كنت أنا ويا على طول اللحة للأفلام يعني قلت له بس أنا عندي فكرة تقريبا عم جهزة للفناني صباح قال لي شو هي قلت له يا طيرة طيرة يا حمامة بصار يغني لي ياها للأصل قال لي فكرة كتير حلوية قلت له بس بدي أستأزم من الفناني صباح قال لي آه ما له كانت عم تصور فيلم بتونس صباح لقيت له تلفون قلت له هيك القصة جايتني فرصة أنا بتسامحيني يعني قلت له أنت بتعمل أحسن خلاص ولا يهمك شوفي قديش عزمتها هي الإنساني وطلعت الأغنية من نصيم شادية لكن بتذكر آه قال لي عفيف ردوان الله يرحمه قال لي بتروح معي مشان سمع اللحن تبعي قلت له ولا ولا يهمك من روح رحنا عم يسمع اللحن قالت له أستاذ أنا مش قالوا قالوا واحد اتنين أنا قولوا لعين الشمسي ما تحماشي أنا أسمراني اللون سوهيل متابعني أنت مش متابعني وعيوني خاوتها الدمع نسيتني الابتسامة يا براطيلي يا حبابة روحي على قرر السلام يا براطيلي يا حبابة روحي على قرر السلام أنا عندي ثلاث بنات وصبي رقم واحد فدوى ست بيت ومتزوجة وعندها أولاد رقم اتنين سمر هي بتغني والصوتها جميل جدا لكن مش متفرغة 100% وزوجة الفنان الكبير معروف أستاذ عبد الرزاق محمد وعندها ابنت وصبي رقم ثلاثة أمال ما عم تقبل تتجوز أحرفتك فبا عرف ليش يعني بتمنى لأنه تتجوز إن شاء الله هي عندها الفن يمكن دائما فيه هم على هم بجيب الحياة فيه هم على هم رقم أربعة دكتور عادل طبيب أسنان وزوج من قريب وإن شاء الله يكون مولون وأسرتي هي يعني الحقيقة كلا الفضل في مسيرتي بالنجاح لأنه ما كان فيه الإلحاح يعني والرقابي يعني أنا سافرت كتير وتعبت كتير حتى قدرنا نحافظ بس لأنه هو النجاح بجوز يكون النجاح والشهرة سهلة واحد يعمل مشكلة بتطلع صورته بالجرينة بس أنه الحفاظ على النجاح هذا صعب كتير اشتركوا في القناة